السيدات والسادة أسعدتهم أوقاتا الحقيقة وردني أكثر من سؤال حول الفرق بين المرويتين اليهودية والإسلامية عن التضحية بأولاد النبي إبراهيم إسماعيل وإتحق السؤال الأول كان أين كان إبراهيم حين ولدت هاجر إسماعيل في البدء لا بد من القول أن هذه مروية دينية إسلامية لا تؤيدها الآثار كما لا تؤيد الآثار المروية الدينية التوراتية ولكننا يمكن أن نحللها بمعنى أن نحلل المعطيات التي فيها والقول بأن إبراهيم كان في فلسطين وهناك تزوج سارة وكانت عقيمة لا تنجب ومعها جاريتها هاجر فلما رأت سارة رغبة إبراهيم في أن يكون له ولدا أهدت هاجر إليه فتزوجها وأنجب منها إسماعيل بعد طول انتظار وكان إبراهيم يبلغ من العمر ستا وثمانين سنة وهنا هل يمكن لرجل القدرة في الإنجاب وهو بهذا العمر؟ طبعا هذه جزء من تصور المعجزات في الكتب المقدسة وفي مجمل الروايات الدينية المهم أن الغيرة دبت في نفس سارة فطلبت من إبراهيم أن يبعدها عنه فأخذ إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة في الرواية الإسلامية السؤال الثاني كان كيف يمكن أن يكون قد ترك إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل في مكة لوحدهما ويعتقد السائل أنه لابد من وجود قبيلة ترعاهما هناك تقول المروية أخذت السيدة هاجر تأكل وابنها ما ترك لها زوجها من طعام وشراب ثم أنه لما نفذ الماء واشتد عليهم العطش أخذت تركض بين جبلين هما الصفا والمروة باحثين أو باحثة عن الماء خوفا على رضيعها وفعلت ذلك سبع مرات حتى بلغ منها التعب مبلغا عظيما ونظرت لرضيعها فوجدت أن الماء ينساب بين قدميه فاستبشرت وشربت وابنها حتى ارتويا هذا يعني عدم وجود من ساعدها من العيش هناك ولا توجد قبيلة يعني ذا التزمنا بهذه التفسيرات وتستمر المروية وتقول كان ابراهيم شيخا كبيرا في السن وكان يزور بين الحين والآخر بمعنى أنه قد يكون وصل لسن التسعين فهل بإمكانة شيخ في هذا العمر السفر من فلسطين لمكة بهذه الصحراء وكل ما فيها حتى لو كان مع قافلة الأمر في غاية الصحوبة على رجل في هذا السن حتى أنه في أحد الأيام رأى في منامه رؤية ورؤية الأنبياء حق كما تقول المرويات وكانت رؤياه أن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل وهنا تأتي قصة فداء إسماعيل بكبش نزل من السماء السؤال الثالث حول بناء بيت الله الحرام في مكة المكرمة وتستمر المروية تقول أمر الله سيدنا إبراهيم ببناء أول بيت لعبادة الله تعالى ومعروف أيضا هذا ليس هو أول بيت لعبادة الآلهة يعني قبله كان كثيرا ربما هنا يقصد الله تعالى حصرا على أنها قضية توحدية هو بيت الله الحرام في مكة المكرمة فتوجه إبراهيم عليه السلام استجابة لأمر الله إلى مكة وأخذ يبني البيت مع ابنه إسماعيل عليه السلام هذه النص المروية فلما انتهي أخذ يدعو ابنه ربهما ويستغفرانه وقد استشهد العلماء في ذلك على فضل استغفار المسلم لله ودعائه بعد الانتهام من العبادة ورد في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأمرهما بدعوة الناس إلى الحج وبتطهير البيت من النجاسات والشركيات فحطم الأصنام التي كانت عند البيت أقول إذا كان هو البيت هما قد بنياه فكيف كانت فيه أصنام وحطموها السؤال الرابع أين سكنت هاجر وإسماعيل حسب الرواية التوراتية معروف أن أصل الحكاية أو المروية في التورات تخص إسحاق وليس إسماعيل والمكان الذي تذهب له هاجر هو في بئر سبع في فلسطين وليس مكة وهذا ما جاء في التورات عن هذا الموضوع النص التوراتي الذي سأقرأه من سفر التكوين ثمانية بين الآيات بين 12 إلى 21 أو 21 عفوا كبر الولد وفطمة وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق ورأت سارة ابنها ورأت سارة ابن هاجر ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح ويمزح فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارة وابنها لأن ابن هذه هذه الجارية عفوا وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يلث مع ابن إسحاق فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك وفي كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه من نسلك فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما في كتفها والولد وصرفها فمضت وتهت في برية بئر سبع برشيبة تسمى في فلسطين ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت جالسة مقابله بعيدا نحو رمية قوس ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو قوم احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة ليس هناك أي إشارة لبناء مكان مقدس كأن يكون بيت لله أو مكان معبت أو شيء من هذا القبيل في هذه المروية وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان يعني هناك مجرد بئر ويمكن يعني الأبار السبعة هو بيرشيبة معناها الأبار السبعة يمكن التسمية لا علاقة بهذا المكان لكن ليس هناك مكان يعني بيت الله بنية في هذا المكان وطبعا ليس هناك في المروية التوراتية أن إسماعيل بنى بيت الله في مكة أصلا لم تذكر مكة في هذا الموضوع وسكن في وسكن في البرية وكان ينمر ميقوس وسكن في برية فاران هذا ما يقول النص التوراتي واخذت له امه زوجة من مصر هذا هو النص الذي كان في سفر التكوين وواضح من القرآن وتفاسره انه وضع الاهمية لاسماعيل وليس الاسحاق لكي تتبين اهمية العرب والمسلمين وليس اليهود سواء في موضوع مكة او موضوع الفدا ما احببت ان اختم به هذا الكلام اقول ان المرويات الدينية سواء كانت مقدسة او يعني عادية كلها الحقيقة تخفي شيئا خلفها فعند التحليل عند تحليل نص المروية يجب الانتباه لهذا الشيء واستخراجه وتوضيحه لقارئنا المعاصر شكرا جزيلا لكم